حالة التوافقية والراحة النفسية التي بدت على المحتجزين الأجانب عند إطلاق سراحهم في غزة أثارت مشاهدين جدلاً واسعاً في الشارعين الأوروبي والأمريكي فدلالات الصحة الجيدة والهندام المنصق والعناق الحار مع أفراد المقاومة عند توديعهم علامات استغراب توقفت عندها وسائل إعلام أوروبية لا سيما وأنه على الجانب الآخر يعاني الأسر الفلسطينيون المفرج عنهم من حالات مرضية شديدة وكسور بليغة هذه التساؤلات أجاب عنها المفاوض التايلاندي ليربون سعيد الذي تولى ملف المفاوضات عن المحتجزين التايلانديين مع المقاومة في قطاع غزة سعيد الذي يعتبر أحد وجهاء المجتمع المسلم في تايلاند أشار إلى أن حماس اعتبرت هؤلاء المحتجزين أسرى حرب منذ اللحظة الأولى واتبعت معهم قواعد الإسلام في معاملة الأسرى وخاصة توفير الحماية للأطفال وعند سؤاله عما إذا كانت حماس قد تقدمت بطلب مقابل الإفراج عنهم نفى ليربونغ ذلك جملة وتفصيلا وقال حماس ومنذ اللحظة الأولى من التواصل معها أكدت أنهم سيخرجون عند توفر ظروف مناسبة لافتا إلى أنهم تلقوا معاملة طيبة وخدمة طبية ونفسية وجسدية جيدة أثناء احتجازهم ولم يعانوا من نقص في الغذاء أو الدواء لنشاهد وبطبيعة الحال لاقت هذه المقابلة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي فهنا كتب ناصر الكندي لقد تحدث بشكل جيد وكان حكيماً في إجاباته إنه يعرف مغاناة الفلسطينيين أحسنت أما الناشط طلعت محمود فعلق قائلاً ما عليك سوى مقارنة الطريقة التي يتم بها إطلاق سراح الإسرائيليين والطريقة التي يتم بها إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ليس من الصعب التمييز بين سلوك الطرفين على حد قوله أما الناشط مالك اسكندر فقال هذه المقابلة ستغضب صهاينا بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر